هذا وتواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة الانتخابات الرئاسية ومتابعة ورصد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال فريق متابعة من حوالي 20 ألف متابع ومتطوع بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الولطنية للانتخابات وقامت الغرفة بمتابعة رصد عدد 7630 لجنة في 27 محافظة وتبعت سير العملية الانتخابية ورصد متابع اللجنة التنسيقية انتظام العملية الانتخابية في ظل تيسير إجراءات التصويت على الناخبين ولم يتم رصد أي مخالفات وتجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية وتم غلق بالتصويت في بداية ساعة الراحة في الساعة الثالثة عصرا وفقا للموعيد المقررة من الهيئة الولطنية للانتخابات ورصد متابع التنسيقية تزايد الإقبال في معظم المحافظات وتم رصد حشود وامتداد الطوابير أمام اللجان لمسافات تتجاوز عشرات الأمطار وجود إقبال كثيف في اللجان في مختلف المحافظات كما رصد الغرفة ازدحام وحشودا كبيرة من الناخبين في لجان الوافدين التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمقتربين في كل محافظة كما تلاحظ إقبال من الشباب والمرأة في لجان عديدة وقد رصد متابع التنسيقية تواجد زيارات وتفقد عدد من المنظمات الدولية للجان الانتخابية في عدد من المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر